السلام عليكم كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بخير اليوم هو يوم الأحد سوف نتعرف على حرف جديد وقصة جديدة لكن قبل ذلك هيا نتذكر معا الحروف الأبجدية التي تم أخذها في السابق هيا ألف با تا سا جيم حا دال را زاي سين شين عين غين فا والصاد طبعا أولام ميم نون ها واو ياء هذه الحروف التي تم أخذها في السابق هيا نستمع إلى القصة الجديدة لنتعرف ما هو حرفنا الجديد هيا يا أبطال كان هناك كوخ صغير يحرسه كلب لطيف كان هناك كوخ صغير يحرسه كلب لطيف يعيش داخل الكوخ رجل اسمه كريم دائما يحب أن يجلس على كرسي ويقرأ كتاب ويأكل الكرز يعيش داخل كرز يعيش داخل الكوخ رجل اسمه كريم دائما يحب أن يجلس على كرسي ويقرأ كتاب ويأكل الكرز في يوم من الأيام كان كنان وكمال يلعبان بالكرة فركل كنان الكرة بقوة كبيرة كنان وكمال كان يلعب بالكرة فركل كنان الكرة بقوة كبيرة جاءت الكرة على نافذة الكوخ الذي يعيش فيه كريم جاءت الكرة على نافذة الكوخ اللي بعيش فيه مين؟ كريم فكسرت زجاج النافذة وكوب الماء وطبق الكرز شوفوا كيف انكسروا زجاج النافذة وكوب الماء وطبق الكرز خرج الكريم من كوخه غضب جدا من كنان وكمال لما فعلوا في زجاج النافذة وكوب الماء وطبق الكرز قرر كنان وكمال أن يعتذروا من كريم لما فعلوا فأحضروا له كعكة من الكراز وذهبوا إلى منزله وقدموا له الاعتذار يا لهم من أطفال لطيفين جدا هيا نذكر الكلمات التي ظهرت في القصة كلب كوخ كرسي كرسي كرس كوب كوب كرة كرة كاكة كتاب كتاب أحسنتم يا ترى ما هو حرفنا الجديد؟ أحسنتم حرف الكاف وصوته كتاب حرفنا الجديد هو حرف الكاف وصوته كتاب أحسنتم طيب يا مس كم شكل له حرف الكاف تعال نشوف مع بعض له شكلين يكتب في بداية الكلمة نشوف مع بعض كيف نكتبه في بداية الكلمة وفي نهاية الكلمة انظروا إلى هنا يكتب حرف الكاف في بداية الكلمة مات إيده عشان يمسك بالحرف اللي بعدي أما في نهاية الكلمة خط مستقيم خط أفقي على السطر إذن حرف الكاف له شكلين هذا الأول في بداية الكلمة ووسط الكلمة وهذا الشكل الثاني ماتمس هذا الشكل الصحيح ما بصير أنا أعمل حرف الكاف هيك زي حرف اللام هيك أعمرة ما بصير حرف الكاف وصوته إك 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 أنتم أوك يا ميس إن شاء الله في الأيام القادمة هتعرف على حرف الكاف أكتر وشوفكم إن شاء الله بالحصة القادمة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر